اشتركوا في القناة او خشبي ينمو في نطاق واسع وله اهمية اقتصادية وله قدرة على التخزين ده كان تعريف اللي هو المحصول الحقلي وكمان عرفنا العوامل الخارجية والعوامل الداخلية اللي بتأثر على التربة وعلى النباتات واسمنا المواصم الزراعية عندنا الى مواصم زراعي صيفي ومواصم زراعي شتوي وعرفنا المحصول الشتوي انه هو المحصول الذي يجدي طول فترة حياته في فصل الشتاء والمحصول الصيفي هو المحصول الذي يجدي طول فترة حياته في فصل الصيف وعرفنا المواكد الزراعية وتعلمنا المواكد الزراعية وشفنا الأشهر القبطية والعلامات اللي علمها بها المزارع المصري علشان خاطر يقدر يؤدي العمليات الحقلية بتاعته في الحقل بمنتهى الهمة والنجاح والنشاط النهاردة احنا هنتكلم مع بعض عن موضوع مهم جدا وهو موضوع أنواع الأراضي المصرية عايزين نفكر مع بعض كده احنا هنا في مصر عندنا كام نوع من أنواع الأراضي المصرية وانت رايح مدرستك أو انت مروح بيتك بص حواليك شوف الأراضي اللي حواليك سواء انت كنت في مدينة جديدة أو في ريف أو في حضر شوف الأراضي اللي انت ماشي عليها نوحها ايه احنا عندنا هنا بواجه عام الأراضي المصرية لما نفكر مع بعض الأراضي فيه أراضي بنقول عليها أراضي أديمة وفيه أراضي عليها بنقول أراضي ايه جديدة طبعا الأراضي الأديمة اللي هي الأراضي الطينية اللي تكونت بفعل نهر النيل اللي هي الرواسب اللي جابها نهر النيل منطمي من الهضبة الأسيوبية ولكن احنا ناخد النهاردة نتكلم مع بعض عن أنواع الأراضي المصرية باستفادة شوية علشان خاطر هنشوف المحاصيل التي تجود زراعتها بها من ناحية الزراعية وليس من ناحية السكانية نبص مع بعض على أنواع الأراضي تعالوا نشوف مع بعض نفكر مع بعض أول نوع من أنواع الأراضي المصرية أولا الأراضي الرملية انا عندي اول نوع من انواع الاراضي المصرية هي ايه الاراضي الرملية وهناعرف يعني ايه اراضي الرملية واهم المحاصيل التي تجود زراعتها بها والخصاصي بتاعتها تاني نوع الاراضي الجيرية يبقى تاني نوع عندي اراضي ايه الجيرية يعني ايه الجيرية يعني الاصل فيها ايه جير او كبريتات الكالسيوم تعالوا نشوف النوع الثالث الاراضي الصفراء ايه هي الاراضي الصفراء اللي احنا بنقول عليها بالبلد كده الأراضي الطامية اللي بتكون جنب قريبة من نهر النيل خالص والفاصل ما بين الأراضي الطينية والأراضي الرملية اللي هي بتكون أراضي هي بنقول عليها أراضي خفيفة رابع نوع معنا رابعا الأراضي الطينية اللي احنا بنقول عليها الأراضي الأديمة اللي هي تكونت بفعل الترسبات الخاصة بنهر النيل هنشوف مع بعض احنا الخصائص بتاعة كل نوع من أنواع الأراضي أولا الأراضي الرملية تعالوا نشوف الخصائص بتاعتها ونشتغل مع بعض عليها ده شكل الاراضي الرملية اللي هي صالحة هي للزراعة بعد ما تم تخطيتها وشد شبكة الرأي عليها زي حضراتكم ما انتم شايفين خراطيب الرأي بالطنقية اللي مجدودة ايه على الخطوط الصورة دي بتوضح لي شكل الاراضي الرملية تعالوا نشوف اهم الخصائص تعرفها هي التي تحتوي على اكثر من 80% من الرمل من نسبة الجزء المعدني بينما اذا وصلت نسبة السلطة وطين فيها الى 20% سميت ارض رملية صفراء يبقى ركز معي في التعريف كده هي التي تحتوي على اكثر من كم من 80% من الرمل من نسبة الجزء المعدني بينما اذا وصلت نسبة السلطة وطين فيها الى 20% سميت ارض رملية ايه صفراء طيب ايه تاني هنعرف عن الاراضي الرملية مناطق انتشارها فين مناطق انتشارها طبعا احنا عارفين ان اي صحراء فيها اي اراضي رملية ولكن الانتشار بتاع الاراضي الرملية اللي هي صلحة للزراعة فين قالك تنتشر الاراضي الرملية بالصحراء الغربية وشمال سيناء وبعض الوديان في الصحراء الشرقية بينما تنتشر الاراضي الرملية الصفراء في المناطق التي تجرى بها عمليات الاستصلاح والاستزراح في الصالحية الجديدة جهة الشرق ومدرية ايه التحرير يبقى ماكن انتشار الاراضي الرملية فين قال لنا في الصحراء الغربية وشمال سيناء وبعض الوديان في الصحراء الشرقية بينما الاراضي الرملية الصفراء بتنتشر في الاراضي اللي تم فيها عملية الاستصلاح والاصل الراحفة الصالحية الجديدة وجهة الشرق من مدرية التحريق هنشوف ايه مع بعض تاني الخواصة الطبعية للارض الرملية فكر معايا كده ايه هي الخواصة الطبعية اي حاجة متعلقة بالارض دي قدرتها على المية على الاحتفاظ بالمية دي خاصية اسمها خاصية طبعية قدرتها على التماسك البناء بتاعها كل ده اسمه ايه من الخواصة الطبعية ديه للاراضي تعالوا نشوف اول نقطة معنا رقم واحد عديمة البناء البناء وسريعة النفذية عديمة البناء وسريعة النفذية يعني ايه بناء احنا اتفقنا في تعريف الاراضي لما قلنا بناء التربة انها عبارة عن تجاور وتراصح بيبات التربة والتصاقها مع بعضها بفعل المادة الغروية الموجودة ايه في التربة والمادة العضوية ومثلنا ليها ان احنا بنبني حيطة هنروس الاوالب جنب بعضها هنحط الاسمنت في النص هو اللي هيمسك الاوالب ديه يبقى كده الحيطة عندي ايه كاملة البناء ولكن اذا الاوالب كل واحد كان لوحده وما فيش حاجة مسكية فهي عديمة ايه البناء كذلك الامر في الاراضي الرملية حبيبات التربة في الاراضي الرملية مفككة غير متماسكة مع بعضها بفعل اي مادة من المواد العضوية او الدبال فبالتالي بنقول عليها ايه عديمة البناء البناء وسريعة النفذية يعني سريعة النفذية يعني ما بتقدرش تحتفظ ايه بالمية يعني انت لو كبيت فيها شوية مية وحطيت فيها شوية مية بسرعة جدا بتلاقيها امتصة المية ديه والمية ديه تنزل في بطن ايه الارض ما احتفظتش ايه بيها دي اللي هي ايه وسريعة نفذية اتنين قوة التماسك بها ضعيفة ومفككة لذلك فهي سهلة ايه الخدمة يبقى هنا قوة التماسك بها ايه ضعيفة ايه ومفككة يعني سهل الضعف والتفكك ده ادى لسهولة بعض العمليات الزراعية اللي انا بعملها زي عملية العزيق لما اعزق الارض بدل ما تكون صلبة أو تكون ناشفة معايا في عملية العزيق وتتعب العمل اللي بيعزق لا هي هتكون سهلة وبسيطة وتكون سهلة معايا في عملية العزيق لان هي مفككة قوة التماسك فيها ايه ضعيفة فبالتالي عملية الخدمة بتاعتها هي بتكون سهلة خصوصا لو انا هزر محاصيل ضرانية بتتكون جزء الاقتصادي بتاعة تحت سطح طربة من السهل جدا ان انا احصل عليه بعملية ايه بسيطة اثناء عملية ايه التقليع عكس الاراضي الطانية بتبقى مسكة على المحصول ومسكة ايه على الجزور تالت نقطة درجة حرارتها مرتفعة لكلة احتفاظها بالماء طبعا احنا اقولنا في اول نقطة انها عدمت البناء وسراعة النفاذية يعني ايه بتصرف الماء اللي هي بتنزل لها طبعا بسرعة فطبعا درجة حرارتها بترتفع لكلة الاحتفاظ بالماء لان الماء اللي انت هتحطها بسرعة يتم صرفها صرف جو في بطن التربة فبالتالي درجة الحرارة بتحت الارض دي هترتفع نزيل سكوط ايه الاشعة الشمس ايه عليها وما فيش جزء او محتوى رطوبي يلطف من درجة الحرارة بتاعتها رابع نقطة اكثر تهوية من جميع الاراضي فتساعد على تحلل المادة المضافة اليها طبعا اكثر تهوية نظرا لان المسامية بتاعتها مسامية عالية لان هي عدمة البناء متفككة فبالتالي بتساعد على سهولة التبادل الغازي فبالتالي المادة لانا هضيفها بتكون سهلة التحلل ايه في الارض دي يتعليه عشان خاطر ما فيش حاجة ايه التبادل الغازي فيها ايه عالي فبالتالي بينشاط لي المحتوى الميكروبي اللي هو موجود ايه داخل بطن ايه داخل سطح ايه التربة النقطة الخامسة اللي بعد كده فقيرة في المادة العضوية وضعيفة الاحتفاظ بالعناصر السمادية والبناء طبعا حجم الحبيبة في الاراضي الرملية حجم حبة الرمل كبير فبالتالي التبادل كاتيوني ساعة تبادلية كاتيونية لسطح حبة الرملة دي يكون ايه ضعيف وبيكون ايه قليل فبالتالي المادة الغزائية ما بتكونش كتيرة فيها ليلة المادة الغزائية بيحصل لها ادمصاص على سطح حبيبة ايه التربة وبيقوم النبات ايه بامتصاصة على سبيل مثل لو مثلنا الاراضي الطينية حجم الحبة صغير فبالتالي المساحة السطحية او مساحة السطحة وسعة تبادلية الكاتيونية للتربة الطينية بتكون اكتر من الاراضي ايه الرملية فبالتالي نسبة العناصر الغذائية فيها كتير ولكن في الأراضي الرملية نظرا أنها الحبة كبيرة ومتفككة غير متمسكة فالمادة الغذائية فيها العناصر السمادية فيها أليلة وكذلك الماء على أليل علشان خاطر ما بتقدرش تحتفظ بالماء الفترة طويلة النقطة اللي بعد كده يتراوح لون الأراضي الرملية من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر البني حسب أكسيد الحديد المتشرة بها يبقى احنا كده سادس نقطة في الخاصة الطبعية عرفنا أن لونها إيه بتكون أراضي رملية رمل أبيض أو رمل أصفر أو رمل محمر ما يلل بنية حسب أكسيد الحديد المتشرة إيه بالأراضي دي يبقى دول إحنا عرفنا الخاصة الطبعية للأراضي الرملية كم خاصية ست خصاص للأراضي إيه الرملية تعالوا نشوف بعد كده النقطة اللي جاي أهم ما يراعى في خدمة وزراعة الأراضي الرملية أنا علشان أزرع الأراضي الرملية إيه هي النقطة الواجب اتباحها أو أراعيها أثناء زراعة الأرض أو استصلاح هذه الأرض لأن الأرض ديت هتحتاج معاملات خاصة عكس الأراضي إيه الطينية تعالوا نشوف أهم ما يراعى في خدمة وزراعة الأراضي الرملية أول نقطة معنا الحرس سطحي لأن الحرس العاميك يسبب زيادة إيه التفكك طبعا في الخاصة الطبعية إحنا عارفنا أن الأراضي دي متفككة مش متماسكة إيه مع بعضها فبالتالي لما بعمل عملية الحرس بعمل عملية حرس سطحي علشان ما زودش عملية التفكك اللي خاصة إيه بيها ومعمقش الحرس علشان ما يحصلش عملية تعارية للمادة الغزاية وسطحه التربة عن طريق الرياح أو الأمطار وتحصل لها عملية إيه تعارية لأنها تربة إيه متفككة فبالتالي الرياحة تنقل الحبيبات التربة الصغيرة والحجمها صغير من مكان إلى مكان إيه تاني وتعمل لي تجريف إيه ليها وبالتالي هيتضعف لخواص الخواص الطبعية إيه ليها تاني نقطة هنرعيها التزحيف السقيل كلما أمكن وذلك للمساعدة في كابسو التربة طبعا أنا لما أعمل عملية تزحيف وعملية تزحيف بمعناها تسمى عملية كابسو التربة إن أنا أجبسها على بعضها أجبس الحبيبات بحيث إن أنا أقلل المسافات البينية بين الحبيبات وبعضها وأقلل ليه النفاذية بحيث إنها خليها تكون قادرة على الاحتفاظ بالمياة الفترة معينة أنا عندي على سبيل المثال لما أجري عملية الرأي في الأراضي الرملية الأراضي الرملية بيتم لها عملية الرأي سواء بالغامرة أو براش كل 3 إلى 4 أيام ولكن الأراضي الطنية بتوصل إلى كل 15 يوم الفترة بين الرأي والأخرى تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده رقم 3 اتباع نظام الرأي بالراش أو التنقيط المحافظة على مياه الرأي طبعا في الأراضي الجديدة في الأراضي الرملية لابد أن أتبع نظام رأي حديث اللي هو الرأي بالراش والرأي بالطنية ليه علشان أحتفظ بالمية أقدر أحافظ على المية ليه لأن الأرض دي غير قابلة أو قادرة على الاحتفاظ بالمية فبالتالي هتحتاج رأي كل شوية إحنا لما ندي مثال الفدان في الأراضي الطنية يحتاج في الرأي الوحدة حوالي 300 متر مكعب مية للرأي الوحدة ولكن في الأراضي الرملية لو أنا أستخدم الري بالراشة والرو بالطنية الفدان هيحتاج معايا من 14 إلى 20 متر مكعب يعني مية فدان واحد من الأراضي الطنية ممكن ترويل عشر ريات في الأراضي الرملية فبالتالي أنا مقدرش أستخدم كمية المية كلها اللي هي أنها أستخدمها في الأراضي الطنية اللي هي 30 متر مكعب للفدان 300 متر مكعب للفدان ان انا اروح اضيفهم للاراضي الرملية كل 3 الى 4 ايام فبالتالي انا هعمل هاضر كبير جدا وهيكون خسارة كبيرة جدا عند ايه في المية النقطة اللي بعد كده تقليل الفترة بين الرية والاخرى لابد ان انا اقلل ايه الفترات بين الرية ما خليش الارض تعتش مني جامد او يبان عليها اوصل النبات لمرحلة ايه الزبول ليه مرحلة الزبول اذا اوصل معي للدرجة ديه هيحصل اجهاد للنبات وبالتالي نسبة الاملاح اللي هي موجودة في الاراضي الرملية هتبدأ انها ترتفع فانا بالتالي انا هقلل فترات ايه الرية انا هعملها كل 3 الى 4 ايه ايام علشان احافظ على المنطقة اللي نمى فيها النبات ما تتكونش فيها وتتراجح فيها ايه الاملاح فبالتالي تؤثر لي على المحصول بتاعي بالسلب النقطة اللي بعد كده معانى الاكثار من وضع الاسمدة العضوية والتسميد ايه الاخضر لافتقارها الى العناصر ايه الغذائية طبعا ايه هي الاسمدة العضوية الى انا هضيفها الاراضي دي فقيرة جدا في المادة العضوية فبالتالي انا هحوض العناصر الغذائية ديها عن طريق اضافة المادة العضوية او اسمدة ايه العضوية الاسمدة العضوية زي اسمد البلد الطبيعي ان انا بضيف لالفدان 20 متر مكعب سمد بلدي واذا كان المحصول معمر بزود الكيمية شوية بتوصل ل dirty واربعين متر مكعب سماد بلدي للفداد وممكن اضيف كمان كومبوست سماد العضوي الصناعي اللي انا عملته من المخلفات الزراعية عندي في المدرسة عن طريق عملية الهوائي له يبقى انا كده عوض الارض دي بالاسماد العضوية وعمل لها عملية تسميد اخضر ايه هو التسميد الاخضر ان انا هزرع محصول بقولي اي محصول بقولي وعلى سبيل المثال محصول الترمس انا هزرعه في الارض دي في الفدان بتاعي وهسيبه لمرحلة ما قبل التزهير اول ما يبدأ يظهر معايا ابدأ انا احرط الارض بالمحصول اللي فيها ويتم تقليب المحصول في الارض دي ده اسمه تسميد اخضر او اضافة السماد ايه الاخضر طبعا عندنا الترمس بما انه محصول بقولي هيتحلل بوسطة الكيانات الحية دقيقة اللي موجودة ايه في الطربة فلما هيتحلل هيوفر لمحتوى عالي من النيتروجين ومحتوى عالي من المواد الغذائية ايه اللي يحتاجها ايه النبات فبالتالي كده انا هزود ايه خواص الطربة او هزود المحتوى الغذائي ايه للطربة وهضيف بعض العناصر ايه الغذائية طبعا زي السوبر فوسفات سلفات البتاسيوم كل انواع العناصر الغذائية هيتم اضافتها على مراحل حسب جدول التسميد اللي انت بتعمله للارض بتاعتك وحسب نوع المحصول ايه المنزرة تعالوا نشوف مع بعض بقيت النقاط ستة اضافة المحسنات الطبيعية مثل معادن الطين يعني ايه محسن طبيعي محسن طبيعي ان الارض الرملية ديت انها علشان احسن المحتوى احسنها وحسن المحتوى طبيعي بتاعها ممكن اروح اجيب طمي النيل بالنقلة الفدان بتاعي ثلاث اربع نقلات او اضيف حوالي اربعين متر مكعب من طمي النيل اجيبه او بيقول عليه ايه الخارط ويتم فرشه في الارض وتم ايه تقليبها اذا كده انا ايه ضفت جزء معدني اللي هو الطين زودته فبيعمل بيحسن الخواص الطبيعي للارض بيخليها تحتفظ بالمية علشان خطر ما يحصلش عندي ايه ان انا كل شوية يحتاج مية ويبقى عندي ايه اه اهلاك كبير ايه في المية وكذلك الامر بيحسن لي المستوى ايه الغذائي للطربة لان حبة الطين بيكون حجمها صغير فالساعة التبادلية الكاتيونية بتاعتها هتكون عالية فبالتالي اي كمية عناصر غذائية انا هضيفها هيحصل لها المصاس وتماسك على حبيبات الطربة ايه اللي هي الصغيرة اللي انا ايه ضفتها عن طريق ايه طامي النيل او عن الخارط اللي انا ضفته ايه للارض النقطة اللي بعد كده طبطين المراوي الرئيسية حتى يقلل فجد مياه الرأي بالرشح في حالة الرأي ايه بالغمر يعني ايه طبطين المراوي يعني المراوي بتاعتي انا هابنيها بالحجر او ابنيها بالبلوك الابيض وامحارها بالاسمان اخليها زي الحود زي ما احنا شايفين اليوم من دول كده المشروع القومي لسيد رئيس جمهوري عبد الفتاح السيسي اللي هو المشروع طبطين الطبطين الطرع والمصرف ايه الزراعية زي ما انتم بتشوف الطرع بتتبطن والمصرف علشان خاطر تقدر تحتفظ بالميا اللي هي ايه دخلت جواها وما يحصلش لها فقد عن طريق عمليات الرشحة او ايه الفقد ايه في باطن الطربة او الصرف ايه الجوفي كذلك الامر في الاراضي الرملية انا هعمل الاني بتاعتي والمساي هبطنها اعملها عملية ايه طبطين اعملها زي الحود هتتبني بالطوب او البلوك ويتم نمحارها بالاسمنت وانخليها زي الحود المياه تمشي فيها فما يحصلش فقد ايه ليها وعنده كل فتحة راي اعمل ايه فتحة ليها واعمل لها ايه بوابة او محبس يتم فتحة الميا ايه من خلالها اثناء عملية ايه الرين النقطة اللي بعد كده الزراعة بالطريقة العفير يعني ايه الزراعة بالطريقة العفير الزراعة بالطريقة العفير قال لك هو زراعة البذرة جافة فارض جافة ثم الري يعني اضيف البذرة بتحتي في الارض جافة والارض تكون جافة وبعد كده ارويها عكس الزراعات التانية زي البرسيم المصر اللي ما بيزرح في وجود الماء على اللمعة او زراعة الرز عن طريق الشتل برضو اللي بده تواجد ايه المية او ازرع حراية ان انا اسبق الاول ايه واروي الارض ولكن انا عندي هنا الارض الرملية ما اقدرش ازرع فيها على اللمعة ولا اقدر ازرع فيها حراية ليه لانها قدرتها على الاحتفاظ بالمية قليلة جدا فبالتالي انا هتغلب على العملية دي ان انا ازرع المحاصيل عندي بالطريقة ايه العفير يعني ايه الزراعة بالطريقة العفير هو زراعة بزرع جفة في ارض جفة ثم الري انك ايه تروي وطبعا الطريقة العفير هناخدها في طرق الزراعة بالأنواع بتاعتها المختلفة سواء كان عفير بضار أو عفير فجارة على خطوط أو عفير فجارة على مصاطب كل أنواع الزراعة إن شاء الله هناخدها في طرق الزراعة تعالوا نشوفوا النقطة اللي بعد كده التسميد الورقي بإضافة أسمدة العناصر الصغرى يعني ايه التسميد الورقي؟ أنا عندي دلوقت النبات بيحتاج عناصر كبرى وعناصر صغرى والعناصر الكبرى خدت فيها أهم ثلاث عناصر فيها اللي هو الـ NBK اللي هو النيتروجين والفصفور والبوتاسيوم يعني ايه عناصر كبرى وعناصر صغرى؟ يعني العناصر ديت النبات محتاجها بكميات كبيرة النبات عندي أو المحصول بتاعه يحتاجها بكمية كبيرة ولكن في العناصر الصغرى هي يحتاجها بكميات صغيرة ولكنها ضرورية جدا لاجتماع الحياة النبات وإيه وإعطاها محصول إيه اقتصادي يعني لو ما دتهاش للنبات العناصر الصغرى مش هيدين ايه محصول فبالتالي هي لها نفس الأهمية للعناصر ايه الكبرى ولكن هي سميت بالصغرى أن النبات بيحتاجها بكميات ايه صغيرة ولكن العناصر الكبرى النبات بيحتاجها بكميات ايه كبيرة على سبيل المثال لما أنا أقول فدان الأمحة عندي بيحتاج 200 كيلو جرام نطراتنا شادر ما أقدرش أقول أن الفدان الأمحة هيحتاج 200 كيلو جرام زنكة أو حديد لا هنقول الفدان هيحتاج كم جرام بنتكلم في نسبة بالجرامات يعني حاجة ايه بسيطة فهو ده الفري بين العناصر ايه الكبرى ايه والعناصر الصغرى في الأراضي الرملية أنا بضيف العناصر الصغرى عن طريق الرش أن أنا بعملها في محلول في المطروب بتاعها وبضيفها على المجموع الخضري رشا على المجموع ايه الخضري لأن أنا مش هقدر أضيفها في مية الرأي أو معاميها الرأي ليه لأنها مش هيحصل لها احتفاظ كبير لفترة طويلة للنبات السفد بيها فبالتالي يحصل لها فقد معاميها الصرف الجوفي اللي هي هتنزل ايه في بطن الترب النقطة اللي بعد كده اهم المحاصيل التي تجود بها ايه هي المحاصيل التي تجود زراعتها في الأراضي الرملية اي محصول يكون الجزء الاقتصادي بتاعه تحت سطحه التربة تجود زراعته في الأراضي الرملية على سبيل المثال الفول السوداني ده بيكون الجزء الاقتصادي تحت سطحه ايه التربة من المحاصيل الزيتية السمسم الترمس الشعير البرسيم الحجازي بنجر السكر بنجر العلف الامح طبعا بنجر السكر وبنجر العلف برضو بيكون الجزء الاقتصادي فيه تحت سطحه التربة لان بتشوف الجزر بتاعه ايه كبير كده زي احنا ايه ما بنشوفه يبقى اهم المحاصيل التي تتجود بها الفول السوداني السمسم الترمس الشعير البرسيم الحجازي بنجر السكر والامح وبنجر ايه العلف ثانيا تاني نوع من انواع الاراضي المصرية عند اللي احنا هندرسه هندرس الاراضي الجرية يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاراضي ايه الاراضي الرملية هنخش على ثاني نوع اللي هو الاراضي ايه الجيرية طبعا من الاسم بتاعها اتضح لنا مادة الاصل بتاعها هيكون نسبة الجير فيها ايه عالية زي الرمل لما تكلمنا ان نسبة الرمل في الاراضي الرملية 80% ايه رمل ولكن تعال هنا في الاراضي الجيرية دلوقت هيختلف التعريف وتختلف ايه النسب حسب نوع مادة الاصل التي نشأت منها ايه الطربة الزراعية في الاراضي ايه المصرية تعالوا نشوف مع بعض تعريف الاراضي الجيرية تعريفها هي هي الأراضي التي تحتوي على أكثر من 8% من كربونات الكالسيوم النشطة الناعمة والتي تؤثر بوضوح على خواص التربة يبقى هي الأراضي التي تحتوي على أكثر من 8% من كربونات الكالسيوم النشطة الناعمة والتي تؤثر بوضوح على خواص التربة يعني إيه ناعمة؟ يعني مش موجودة في صورة صخور لأننا عند الحجر الجيري وعند الحاجات دي فالحجر الجيري لما تم تفتيته او حصلت ليه عملية تجوية وتعارية بفعل العوامل الطبعية وعوامل النحر للمية والرياح فبالتالي كوني الاراضي ايه الجيرية يبقى انا عندي الاراضي دي تحتوي على نسبة كربونات الكالسيوم اكثر من 8% وبتكون ايه ناعمة وكربونات الكالسيوم بتكون في صورة ايه النشطة تعالوا نشوف مع بعض مناطق انتشارها موجودة عندي فين في مصر المنطقة اللي موجودة فيها وتتواجد هذه الاراضي تحت الظروف الصحراوية او تحت ظروف مناخ البحر الابيض وتصل مساحة الاراضي الجيرية في مصر حوالي 650 الف فدان وهي التي تتواجد اساسا على شريط الساحل الغربي لحوض البحر المتوسط يبقى مكنها فين بتوجد تحت ظروف الصحراوية او تحت ظروف مناخ البحر الابيض المتوسط وتصل مساحة الاراضي الجيرية 650 الف فدان وتتواجد أساسا على شريط الساحل الغربي لحوض البحر المتوسط تعالوا نشوفوا شكلها دي شكل الأراضي الجيرية شايفين لونها أبيض أو المروحة تبيض دي قدامي ده نتيجة لارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم اللي هي موجودة فيها دي صورة بتوضح لي شكل الأراضي الجيرية دي أرض جيرية تم إعدادها للزراعة أو مستصلحة وجهة زيه للزراعة وتم تخطيطها ومشيت فيها كمان ميت الرئي شايفين أول ميت الرئي ما مشيت فيها بدأ لونها يتحول للون إيه الأبيض ده نتيجة لارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم التي تصل لأكثر من 8% تعالوا نشوف بعد كده النقطة اللي جاية أهم ما يراع عند الزراع الأراضي الجيرية رقم واحد علاج الكشرة التي تتكون على سطح هذه الأراضي إيه هي الكشرة هتتكون لي عندي كشرة من كربونات الكالسيوم بتكون إيه كشرة سميكة عاملة زي طبقة الملح كده أنا عم احتاج أن أنا إيه أكثرها وتخلص إيه منها أعالجها أصرفها علشان خاطر أخلي العناصر الغذائية إيه تكون فيها إيه متوفرة لأن في الحالة دي نسبة كربونات الكالسيوم أو نسبة الكالسيوم كعنصر غذائي موجود بصورة كثيرة جدا فبالتالي هيكون عامل الساعة التبادلية الكاتيونية بتاعتها إيه هتكون ضعيفة لباقي العناصر ولكن هتكون عالية في عنصر إيه الكالسيوم النقطة اللي بعد كده التحكم في كميات مياه الرأي للإقلال من نشاط الكربونات مع إضافة المحسنات الطبعية ذات الأثر الحامضي مثل حمض الفيسفوريك وحمض الكابريتيك مع مياه إيه الرأي يعني من معنى بتحكيه النقطة دي أننا أتحكم في كمية مية الرأي بتحتي أضيف كمية مية مش كتيرة إيه أليلة علشان أقل النشاط كربونات إيه الكالسيوم لأن الكربونات دي ممكن يحصل عنها عملية تفاعل مع المية أو ما شابه إيه ذلك وأضيف المحسنات الطبعية وأضيف الأحمض المعدنية زية حمض الفيسفوريك وحمض الكابريتيك علشان يرفع لي درجة حموضة الأرض أو يعادل لي البيئتش إيه بتاحها لأنه في الحالة دي تتكون أرض متجهة إيه للقلوية فأنا عايز أخلي الأرض دي تتجه إيه للحمودية شوية أو أعادل رقم البيئتش بتاعي حتى إيه أن النبات يقدر الجزر بتاعه يقوم بجميع العمليات الحيوية النشطة بتاعته من عملية امتصاص المية وامتصاص العناصر إيه الغذائية والنبات يقدر إيه يكمل فترة حياته النقطة لبعد كده إضافة العناصر الغذائية المختلفة رشا على ساحة النباتات أو تكون في صور مخلابية يبقى العناصر الغذائية عندي هنا الصغرى أو بقية العناصر أنا أضيفها إيه رش وأضيفها في صورة إيه مخلابية يعني في صورة مخلابية أنها ما تتبطش أو تتفاعل مع بقية إيه العناصر كل حاجة تبقى مستقلة بحيث أن النبات يقدر إيه يستفاد إيه بيها لأن هنا عنصر الكالسيوم ده اللي هيعطل لي حركة العناصر الغذائية داخل إيه النبات فبالتالي ممكن أضيف أي عنصر يتفاعل مع الكالسيوم ويتتفاعل مع كابريتات الكالسيوم فبالتالي هيحصل فقد العناصر الغذائية اللي أنا ضفتها فالنبات مش هيستفاد إيه بيها فبالتالي أنا هتضيفها رش في صورة مخلابية تمام فبالتالي هتكون هي ممسوكة بأشكال من الأشكال الكيموية بحيث أنها ما تتفاعلش مع الكالسيوم أو كربونات الكلسيوم ويستطيع النباتة يستفاد بها النقطة اللي بعد كده اضافة الصور النيتروجينية غير النشادرية لعدم فقدها يعني انا اضيف كل الصور النيتروجينية غير النشادرية يعني ممكن اضيف ايه يوريا ماشي وممكن اضيف ايه اي عنصر نيتروجيني في صورة الان بي كي مع بعضيهم مرتبطين تمام للطربة بتهتي علشان خاطر ما يحصل فقد ايه لعنصر ايه النيتروجين النقطة اللي بعد كده استعمال بعض المركبات ذات التأثير الحامودي مثل الكابريت الزراعي والاسمدة المختلفة الحامودي طبعا احنا قلنا ان احنا في النقطة اللي فات القبل دي ان انا بضيف حمض الفسفوريك او حمض النيتريك للارض علشان خاطر اعدل البي اتش او ارفع من حموضة ايه الارض لان الارض دي بتكون ايه ارض قلوية فانا بحاول اعدل البي اتش ايه بتاعي علشان خاطر ايه يتم تحسين ايه يحصل نموه جيد ايه للمحصول بتاعه والنبات ايه بتاعي فبالتالي انا لما بضيف بعض المركبات ذات التأثير الحامودي بتحمض ايه الارض او بتعديل برضو ايه القلوية بتاعت الارض دي بتخليها تتجاه شوية للحاموضية علشان تتوفر العناصر الغذائية التي يستطيع المحصول او النبات اللي استفادة ايه بها النقطة اللي بعد كده المحاصيل التي تجود في هذه الاراضي الاراضي دي ايه هم المحاصيل التي تجود فيها الشعير والزرة البقول بنجر سكر محاصيل المراعي ايه محاصيل المراعي لما نتكلم محاصيل الراعي زي البنكيام زي البرسيم الشجيري زي البرسيم ايه الحجازي يبقى المحاصيل التي تجود زراعتها في هذه الاراضي الشعير والزرة والبقول بنجر السكر محاصيل المراعي زي البنكيام وبنجر العلف والبرسيم الشجيري والبرسيم الحجازي النقطة اللي بعد كده ثالثا الأراضي الصفراء الأراضي الصفراء واحنا كده نركز مع بعض ونحط تحت المسميات كذا خط علشان نفتقرها وما تنساش احنا كده اخدنا نوعين من أنواع الأراضي اخدنا الأراضي الرملية وقلنا هي الأراضي التي تحتوي على أكثر من 80% رمل واخدنا الأراضي الجرية وقلنا هي الأراضي التي تحتوي على أكثر من 8% كربونات كالسيون فصورة ناشطة ونعامة هنخش على ثالث نوع الأراضي الصفراء هنعرف ايه هي الأراضي الصفراء وهنعرف خصائصها واهم المحاصيل التي تجد زراعتها تعرفها هي الأراضي التي تحتوي على 20 إلى 50% سلتوطين ويمكن تقسيمها إلى قسمين حسب نسبة السلتوطين كما يلي أراضي صفراء خفيفة وهي الأراضي التي تصل بها نسبة السلتوطين من 20 إلى 30% رقم 2 أراضي صفراء سقيلة وهي الأراضي التي تصل بها نسبة السلتوطين من 30 إلى 50% يبقى نحن اتفقنا أن الأراضي الصفراء هي الأراضي التي تحتوي على نسبة سلتوطين أكثر من 20 إلى 50% ما بين 20 إلى 50% فيه نوعين من 20 إلى 30 أراضي صفراء خفيفة ومن 30 إلى 50 أراضي صفراء سقيلة يبقى ناخدها كده مع بعض يبقى هي الأراضي التي تحتوي على 20 إلى 50% سلتوطين ما بين 20 إلى 50% فيه نوعين النوع الأول من 20 إلى 30 أراضي خفيفة من 30 إلى 50 بنقول عليها أراضي سقيلة يبقى أراضي صفراء خفيفة وهي الأراضي التي تصل بها نسبة السلتوطين من 20 إلى 30% والأراضي صفراء سقيلة وهي الأراضي التي تصل بها نسبة السلطة والطين من 30 إلى 50% يبقى كده عرفنا تعريف الأراضي الصفراء وأنواحها الأراضي الصفراء فيها نوعين زي ما اتفقنا حسب نسبة السلطة والطين ده شكل للأراضي الصفراء الخفيفة بص ركز معي في الصورة هتلاقي الأراضي قريبة جدا عشان دخل فيها الطين نسبة السلطة والطين فيها وصلت من 20 إلى 50% فبدأ لون هائية تحول إلى الأصمر شوية فعشان كده تسميت أراضي صفراء أو أراضي خفيفة لأنها تحتوي على رمل وتحتوي على الطين وسميت ممكن أقول عليها أراضي طمية لأن الطمية فيها يكون عالي فبالتالي ده الشكل اللي بيوضح لي نوع الأراضي الخفيفة الأراضي الخفيفة تعالوا نشوف دي الأراضي الصفراء المناطق انتشارها هي بتتوجد فين بها توجد الأراضي الصفراء الخفيفة في الوادي والدلتا وشواطئ النيل علشان كده سمناها أراضي طمية بينما الأراضي الصفراء السقيلة فكثرت الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية يعني الأراضي الصفراء السقيلة منتشرة على مستوى الجمهورية موجودة في كل المحافظات لأن النيل مصر ياخد كل المحافظات من أسوان إلى اسكندرية فبالتالي هي على جوانب تلاقيها على جوانب نهر النيل يبقى مناطق انتشارها توجد الأراضي الصفراء الخفيفة في الوادي والدلتا وشواطئ النيل بينما الأراضي الصفراء السقيلة فكثرت الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية الخواصة الطبعية الأراضي الصفراء إيها الخواصة الطبعية رقم واحد درجة تماسكها ملائمة يعني لا هي مسكة ولا هي متفككة درجة التماسك بتاعتها ملائمة بفعل إيه بقى بفعل أن أنا عند طين وعند مادة غروية بدأت تمسك حبيبات الترب رقم اتنين تتشاكك بحالة متوسطة عند جفاف يعني أول مروية هواسيبها تجف تبدأ تتشاكك بس تشاكك تشاككات صغيرة عكس التشاككات الكبيرة التشاككات الغائرة اللي بتحصل في الأراضي إيه الطينية الأراضي الطينية لما تتشاكك عند جفاف الشيء بتاعتها ببقى إيه كبير رقم ثلاثة خدمتها متوسطة لا هي بالصعبة ولا هي بالسهلة يعني الخدمة بتاعتها متوسطة مش هتحتاج ما أني أنا أكون حازر جدا في عملية الحرس إن أنا أعمل لها حرس سطحي عشان خاطر ما أطلعش إيه الطبقة السطحية أو أعمل لها عملية إيه تفكك أو أنزل محرات جامد فيكسر لي مثلا طبقة الملحية اللي تكونت إيه تحت في الأراضي إيه الجرية هي أراضي متوسطة إيه الخدمة لا هي سهلة ولا هي صعبة ولكن بتشتغل فيها إيه بحازر شوي رقم أربعة حرارتها محتدلة وتهويتها جيدة طبعا حرارتها محتدلة علشان الأرض ديت فيها نسبة طين فأصبح تحتوي على نسبة إيه من الرطوبة نسبة الرطوبة بتاعتها عالية إيه شوية بتاعتها جيدة لأن المسام بتاعتها المسامية بتاعتها إيه متوسطة خمسة تحتفظ بالماء والمواد الغذائية بالنسبة عالية ولا تحتاج إلى ماء راي بس خلي بقى لك يا حسن تولي يا مصر أنت هتضحك علينا فأتي يعني ما تحتاجش مع راي مش هنرويها لا هقول لك إحنا في الأراضي الرملية قولنا بنقرب فترات الراي بنخليها من ثلاثة إلى أربع أيام ولكن في الأراضي الخفيفة فترة الراي الطول شوية ممكن توصل معي لإيه إلى عشر أيام يبقى تحتفظ بالماء والمواد الغذائية بنسبة عالية ولا تحتاج إلى ماء راي أهم ما يراعى في خدمة الأراضي الصفراء إيه اللي أنا هراعيه زي ما رعيناه في النعين اللي قبل كده في خدمة الأرض دي رقم واحد خدمتها متوسطة السقلة خدمتها متوسطة إيه السقل يعني أنا بعمل عمليات إيه خفيفة عمليات الحرط والتسوية والتزحيف الحاجات دي بتكون إيه خفيفة ما بتحتاجش كابس كبير ما بتحتاجش كابس كتير إيه لحبيبات إيه التربة صرفها وتهوياتها جيدان لذلك لزيادة نسبة الرمل إيه بها فهي نسبة الرمل فيها إيه عالية بتوصل لأكتر من كام من 40% لأن احنا عندنا نسبة سلطة وطن فيها من 20 إلى 50% تظهر عليها فوائد التسميد العضوي بوضوح لسرعة تحلله لغذاء إيه صالح طبعا الغذاء العضوي اللي أنا أبضيفه سواء كان سمات بلدي أو كومبوست أو تسميد أخضر النتيجة بتاعته بتباند بسرعة على النبات لسرعة التحلل بتاعتها لارتفاحها من المحتوى الميكروبي للكائنات المفيدة اللي بتحللي إيه المواد العضوية فيه في الأرض أربعة لا تحرص وبها نسبة زائدة من الرطوبة كالأرض الطينية بينما تطول فترة صلاحيتها لحرس عن الأراضي الرملية يعني أنا لما أجع حرس الأراضي الطينية بيكون فيها نسبة أي من الرطوبة ولكن هنا في الأرض الصفراء الأراضي الصفراء بتحرص وبها نسبة زائدة ما فهاش نسبة زائدة إيه من الرطوبة علشان هي مش هتحتاج أنها تكون متماسكة لأنها تكون إيه أرض متفككة مع هذه الأراضي الرملية والتهوية بتاعتها تهوية إيه عالية فبالتالي مش هتحتاج مني إيه إن أنا أحرص عند نقطة معينة من عملية للصحراس بتاع الأرض أو للأرض هنا مصحراسة أو غير إيه مصحراسة لا ممكن أحرصها إيه في أي وقت بعد عملية الجفاف المحاصيل التي تجد زراعتها فيها إيه هي أهم المحاصيل بقى نشوفها مع بعض البرسيم المصري الفول البلدي القمح وغيرها يعني بتجد فيها محاصيل كتيرة جدا حتى أنا كذا نقطة بقى حط بقى المحاصيل اللي أنت عايز تحطها كلها تجد زراعتها إيه في الأراضي إيه الصفراء وأهمها البرسيم والفول البلدي والقمح إيه وغيرها زي زراء الشامية ممكن نزرح فيها بنجر ممكن نزرح فيها شعير حلبة تيرمس حمص كل المحاصيل الحقلية تجد زراعتها إيه في الأراضي الصفراء نخش بعد كده الأراضي الطينية رابع نوع معنا الأراضي إيه الطينية يبقى احنا كده درسنا مع بعض ثلاثة أنواع من الأراضي الأراضي الرملية والأراضي الجيرية والأراضي الصفراء ونخش على رابع نوع الأراضي إيه الطينية تعالوا نشوف تعريف الأراضي الطينية ده شكلها بص شكل الجرار وهو بيحرط الأرض ديها في صورة بيوضح لي شكل الأرض الطينية عامل إزاي بعد عملية إيه الحرط أو من غير عملية إيه الحرط ده بيوضح للشكل بتاعها شكل الاراضي ايه الطينية عندنا كلنا عارفينها الاراضي السامرة بتاعتنا اللي احنا كلنا ماشيين عليها ايه في الوادي والدلتا انتشرها في الوادي ايه والدلتا تعالوا نشوف مع بعض تعرفها تعرفها هي الاراضي التي يزيد فيها نسبة سلطة والطين عن 50% من الجزء المعدني وتسمى طينية خفيفة اذا كانت نسبة سلطة والطين تتراوح ما بين 50 الى 80% وتسمى طينية سقيلة اذا كانت نسبة سلطة والطين تزيد عن 80% يبقى احنا كده النسب معانا قريبة جدا سهلا ان احنا ايه نقدر نتذكرها في الاراضي الطينية احنا بنقول سلطة والطين اكثر من كان من 50% لكن كانت سلطة والطين في الاراضي الخفيفة كانت من 30% لل50% في الاراضي الرملية كانت نسبة الرمل فيها اكثر من 80% هنا عند الاراضي الرملية الاراضي الطينية الخفيفة نسبة سلطة نسبة السلطة والطين فيها من 50 إلى 8% الأراضي الطينية سقيلة نسبة السلطة والطين فيها أكثر من 80% من الجزء المعدني لبقى هي الأرض التي يزيد فيها نسبة السلطة والطين عن 50% من نسبة الجزء المعدني وتسمى طينية خفيفة إذا كانت نسبة السلطة والطين تتروح ما بين 50 إلى 80% وتسمى طينية سقيلة إذا كانت نسبة السلطة والطين تزيد عن 80% طيب النقطة اللي بعد كده مناطق انتشارها احنا عرفناها تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية في الوادي ايه والدلتة تنتشر في أنحاء الجمهورية وبالأخص في الوادي ايه والدلتة كما تمتد شمالا وشرق وجنوب بور سعيد في سهل الطينة وبعض مناطق من سيناء يعني مناطق سهل الطينة وبعض مناطق من سيناء أراضي ايه طينية سقيلة الخواصة الطبيعية ديها او الخاصية رقم واحد شديدة التماسك وصعبة الخدمة لدقة ايه حبيباتها الحبيبات بتاعتها صغيرة جدا فبتتتماسك مع بعضها بقوة وبتعمل ايه كتل فبالتالي بتكون شديدة ايه التماسك اتنين تظهر بها شكوك غائرة عند جفاف وتتحول الى كتل اللي هي المدر او القلق الكبير يعني لما ارويها واسيبها فترة بتتشكك تشكك غير كبير وبتكون لي ايه كتل او بقول عليها ايه مدر حسب المصالحات اللي انت هتشوفها في الكتاب المدرسي والمنهج ايه الدراسي بتاعك رقم ثلاثة تحتفظ بالماء فترة طويلة نظرا لضيق مسامها مسافتها البينية قليلة فبالتالي بتحتفظ ايه بالماء علشان كده بتاجود زراعة ارز ايه فيها وتاجود زراعة المحاصيل اللي بتزرع ايه شاتلا ايه فيها وقدر ازرع فيها البرسيم ايه على اللمع النقطة اللي بعد كده حرارتها منخفضة احتفظها ايه بالرطوبة طبعا فيها نسبة الرطوبة ايه عالية فبالتالي الحرارة بتاعتها ايه منخفضة خمسة غنية في محتوىها من العناصر الغذائية والمادة العضوية لذلك فلونها ايه غامق علشان خطر المادة الغذائية فيها مادة ايه عالية كمية المادة الغذائية فيها ايه عالية ستة لها قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالعناصر السمادية التي تضاف بها لان السعة التبادلية كاتونية للارض ديت عالية جدا نظرا لصغرى حجم الحبيبات فكل ما كان حجم الحبيبة صغيرة حجم السطح بتاعها كبير فتدمص علي العناصر الغذائية ما يراعى في خدمة وزراعة الأرض الطينية رقم واحد الحرس في الوقت المناسب والأرض مستحرصة يعني الأرض الفريك يعني احنا قلنا في الأراضي الخفيفة أننا ممكن أرويها وستنى شوية وحارتها في أي وقت ولكن في الأرض الطينية لابد أن أحرصها وهي الأرض مستحرصة يعني الأرض مستحرصة بها نسبة من الرطوبة بحيث أننا باجي ضرب بالفاس عندي في الأرض على بعد عشرة سنتي وأخذ حب الطراب وأجسوهم بإيدي وأفرقهم كده بإيدي وأشوفها إذا تفرقوا كده الأرض جاهزة إذا تكونت عندي عجينة أو تمسكوا مع بعض صورة عجينة إذا نسبة الرطوبة فيها هنا عالية أجلها إيه شوية علشان عملية الحرس مش هتكون إيه كويسة وهتطلع معايا ببعض العيوب اللي هي بتحصل إيه في عملية الحرس وهتتعرف عليها من خلال المصالحات الخاصة بعملية إيه الحرس رقم اتنين إضافة المواد العضوية لتوفير الدبلة الذي يقلل من تماسكها يبقى إضافة المادة إيه العضوية أضيف لها مادة عضوية كتير زي السمد البلد والكمبوس علشان يخليها إيه يفككها يخلي عملية التماسك بتاعتها إيه ضعيفة إيه شوية علشان أقدر أجرع عليها عملية العزيق ويكون فيه مجال لانتشار جزور كويس الجزر يقدر يختار كسط التربة وينتشر ويمتصل عناصر إيه الغذائية إيه اللي موجودة بها رقم ثلاثة إضافة الرمل والجير كلما أمكن وذلك لتقليل إيه تماسكها يبقى أضيف رمل إيه وجير الجير أضيفه في صورة إيه جبس زراعي وأضيف الرمل علشان خاطر إيه أحسن من خواص الأرض شوية إن أقل ليه التماسك بتاعتها ولكن خلي بالك العكس إن الأرضين خدموا بعض إزاي في الأراضي الرملية أنا أخدت طامي وأخدت طراب ضفته فين في الأراضي الرملية علشان أحسن إيه خواصها وخليها تحتفظ إيه بالمية ولكن هنا العكس بقى أنا بقى أجيب رمل وأضيفها لأراضي الطنية سقيلة علشان أحسن خواصها ما خليش إيه متماسكها جامد علشان ما يحصلش إيه إنكماش جامد أو تتماسك جامد على الجزء والجزء يلاقي صعوبة في اختراق إيه سطحه التربة ليه للبحث عن المادة الغذائية وإيه والمية النقطة اللي بعد كده توسيع أحواض الرأي ويكون الرأي على البارد وإطالة الفترة بين الرأي إيه والأخرى هنا توسيع أحواض الرأي يعني حض الرأي أفتح له فتحة إيه كبيرة ليه لأنه أنا هروي رأي إيه على البارد لأنها بتحتفظ إيه بالمية لكن في الأرض الرملية أنا بروي رأي اسمه رأي على الحامي إن أنا بفتح فتحة الحض إيه كبيرة واسيب الحض إيه يشرب بسرعة واجه إيه قفله ولكن في الأرض الطنية لا عكس إيه كده أفتح البترو إيه رأي على البارد وتسيب الحض إيه بتاعك يشرب ميته عادي وبعد كده بتطول فترات الرأي بتوصل إليها 15 إيه يوم بتلاقي أنت لما تدرس في مادة الهندسة الزراعية في فرع الرأي هتلاقي المنوبات عندك فيه المنوبة 5 إيام عما لو 10 إيام إيه بطالة في الأراضي إيه الطنية حسب نوع المحاصيل إيه التي تزرع بها النقطة اللي بعد كده أن يكون الصرف بيها جيد للمساعدة على رشح إيه المية أن يكون الصرف بيها إيه جيد للمساعدة على رشح المية أن الصرف يكون أعمل لها مصارف سواء كان مصارف سطحية مصارف مكشوفة أو مصارف إيه مغطاة عشان أسحب المية الزايدة إيه اللي فيها لأنها بتحتفظ بالمية فترة إيه طويلة 6 يمكن زراعتها بأي طريقة من طرق الزراعة الممكنة يعني أي طريقة تجود زراعات أقدر أستخدمها في الأراضي إيه الطنية سواء كتعفير حراتي علام عاشات لكل أنواع الطرق الزراعة أن بتجود في إيه في الأراضي دي تقدر أستخدمها أي نوع حسب نوع المحصول لنا هزراعه ممكن أستخدم بأي طريقة يتعجبني في الأراضي إيه الطنية السقيل رقم 7 يراعى التبكير في العظيق قبل تشكك الأرض خاصة والنباتات ما زالت إيه صغيرة إيه لأنها شديدة التماسك أول ما هتجف هتتماسك وتتشكك تقعد أنت تعزبها الأرض بتحتك هتبقى بنقول عليها أرض بلاط تضرب الفاس كده تسمع له صوت وما يعملش عملية إيه الخربشة إيه لها من شدة التماسك حبيبات إيه الطرب أهم المحاصيل التي تجد بها فكر معايا وإنت رايح مدرسك أي محصول أنت شايفه تم بيوجود زراحته فين في الأراضي الطينية معادة الفول السوداني لا يفضل زراحته في الأراضي إيه الطينية لأنه بيكون جزء الاقتصادي بتاعه تحت سطح إيه التربة تعالوا نشوف مع بعض البرسيم المصري الفولي البلدي الزورة الشامية الأرز الكطن الكامح القصب وغيرها يعني محاصيل إيه كتير تجد زراحته فين في الأراضي الطينية السقيلة أو الأراضي الطينية إيه المتوسط تقسيم الأراضي من حيث الملوحة والقلوية أنا عندي دلوقت أسمناها من حيث الجزء المعدني ودلوقت هنأسم الأراضي بتاعتنا من حيث القلوية والملوحة القلوية إيه والملوحة رقم واحد أراضي ملحية أنا عندي نوع من أنواع الأراضي بقول لها أراضي إيه ملحية تاني نوع أراضي إيه قلوية إيه الأراضي الملحية؟ قال لك الأراضي الملحية رقم واحد هي الأراضي التي ترتفع بها نسبة كولوريد السوديوم ولا تجود زراعة المحاصيل بها إلا بعد غسيل الأملاح الزائبة وصرف الماء الزائد إيه بها يبقى الأرض الملحية عندي هي الأرض التي ترتفع بها نسبة كولوريد السوديوم اللي هو الملح ولا تجد زراعة المحاصيل بها إلا بعد عملية غسيل الأملاح الزائبة وصرف الماء الزائد بها يعني أعمل لها عملية غسيل أرويها راية كدابة أملها مية وصرف المية دي في المصرف فأنا كده أعمل لها عملية غسيل إن أنا دوبت الملح اللي فيها وصرفت مع مية الصرف الأراضي القلوية هي الأراضي التي بها نسبة عالية من الأملاح الغير زائبة مثل كربونات وبيكربونات السوديوم وبالتالي لا تجود زراعة المحاصيل بها إلا بعد إضافة مصلحات التربة مثل الجبس الزراعي والكابريت ثم الغسيل يعني الأرض القلوية هنا هحتاج أن أضيف مصلحات تربة اللي هو الكابريت الزراعي والجبس الزراعي وبعد كده أجري عملية الغسيل علشان خاطر الكربونات والبيكربونات هيحصل تفاعل ويبدأ عنصر الكالسيوم اللي أنا هضيفه يطرد لعنصر السوديوم مع الكربونات السوديوم ويحصل تفاعل وترابط مع بعض يطلع عندي كربونات كالسيوم ويطلع بكربونات سوديوم والكلام دا كليته يتم صرفه في مية الرأي تقسيم المحاصيل حسب تحملها للأملاح أنا هأسم المحاصيل بتاحتي محاصيل تتحمل الأملاح رقم واحد محاصيل حساسة للأملاح مثل الفل البلدي وقصب السكر الفل البلدي حساس جدا للأملاح وقصب السكر محاصيل قليلة التحمل للأملاح مثل البصل والقمح والبرسيم المصري والزورة الشامية دي محاصيل قليلة التحمل للأملاح محاصيل متوسطة التحمل للأملاح محاصيل متوسطة التحمل للأملاح مثل الأرز دوار الشمس الزورة الرفيعة البرسيم الحجازي والكتان محاصيل جيدة التحمل للأملاح مثل الشعير وحششة السودان والقطن يعني الشعير وحششة السودان والقطن عندي ده يتحمل ايه الاملاح محاصيل عالية التحمل للاملاح مثل بنجر السكر والامشوت يبقى انا عندي كده قسمنا المحاصيل بتاعتنا حسب ايه درجة تحملها ايه للاملاح النقطة اللي بعد كده تقسيم المحاصيل حسب تحملها ايه للقلوية رقم واحد المحاصيل المقاومة لزيادة القلوية مثل القطن والشعير والقمح والطماطم وبنجر ايه السكر النقطة اللي بعد كده المحاصيل متوسطة المقاومة للقلوية زي الارز والبرسيم ايه المصري عمليات خدمة الارض قبل الزراعة النقطة دي هنقف عندها ونفكر شوي يعني ايه فكر في عمليات خدمة الارض قبل الزراعة او انا عندي قبل وبعد اه انا عندي عمليات خدمة هعملها للارض قبل الزراعة وعمليات خدمة بعد الزراعة تفصلهم في الوسط كده حاجة اسمها طرق الزراعة يعني احنا في المنهج بتاعنا هناخد عمليات خدمة قبل الزراعة عمليات خدمة بعد الزراعة ما بينهم هناخد ايه طرق الزراعة المصري فيعني ايه عمليات خدمة قبل الزراعة هي عمليات الخدمة قبل الزراعة هي اعداد مهد مناسب او مركض مناسب للبزور لتهيئتها للانباد يبقى هو اعداد مهد مناسب او مهد مركض مناسب للبزور لعملية ايه الانباد خلي بالك ان احنا عندنا عمليات الخدمة قبل الزراعة ديات هنفكر فيها ونعمل لها عملية تحضير واعداد وان شاء الله هنشرحها مع بعض في الحلقة الجاية وبكده هنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهاردة وستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته